تحياتي النهاردة هكلمكم عن أبو بكر الرازي الملقب أبو الطب العربي وماذا قال عن القرآن ولماذا رفض نبوة النبي محمد لكن في الأول هديكم نبز عن حياته هو عالم وطبيب وفيلسوف فارسي ولد 864 ميلادية وتوفي 923 ميلادية الرازي قام بدراسة الطب والرياضيات والكيميا والفلك والموسيقى والفلسفة والمنطق والعلوم الدينية فكان واسع الثقافة وبرح في الطب حتى أطلق عليه جالينيوس العرب بالطبع ذلك لمهارته الفائقة في علم الطب ولذلك لقب أبو الطب العربي وتولى إدارة مستشفى العددي في بغداد وكانت هذه المستشفى من أهم المستشفيات ليس في بغداد وحدها فقط بل في العالم كله في تلك الحقبة الزمنية والخبرات في الجراحة كان الرازي أول من استخدم الكحول للتطهير والأفيون للتخدير كما أنه كان أول طبيب يكتشف الحصة في المسانة وهو أول من ابتكر خيوط الجراحة وصنع المراهم وله مؤلفات عديدة في الصيدلة سهمت كثيرا في تقدم علم العققير وله حوالي 200 كتاب ومقال في مختلف جوانب العلوم وكتابه الحاوي في الطب يعتبر من أكثر كتب أبو بكر الرازي أهمية طبعا الحاوي ليس بمعنى اللي هو الساحل لا كتاب الحاوي اللي هو يعني يحتوي على كل شيء يحتوي على كثير من المعلومات الحاوي يعني يحتوي على كل شيء وكتابه الحاوي في الطب يعتبر من أكثر كتب أبو بكر الرازي أهمية وقد وصف بأنه موسوعة عظيمة في الطب تحتوي على ملخصات كثيرة من مؤلفين أغريق وهنود إضافة إلى ملاحظاته وتجاربه الشخصية وتم ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة اللاتينية ومنها إلى باقي لغات العالم قال عنه الإمام الزهبي في سير أعلام النبلاء الأستاذ الفيلسوف أبو بكر محمد ابن زاكرية الرازي الطبيب صاحب التصنيف من أسكياء أهل زمانه وكان كثير الأصفار صاحب مرؤة ورأفة بالمرضى واسع المعرفة طبعا كان له سمعة جيدة جدا في عصره هكلمكم دلوقتي على كتبه التي قام فيها بنقده للأديان لكن للأسف الشديد الكثير منها ضاع بما فيها كتابه الشهير مخاريق الأنبياء وكل من عرفه عن كتبه هذه التي نقد فيها الأنبياء تأتي من ردود رجال الدين في عصره عليه وخاصة في نقده للنبوة ورفضه للمعجزات النبوية وانتقد الإعجاز العلم في القرآن وقال عنه أنه هراء وإجزوبة كبرى ولا تمثل الحقيقة بشيء قال أبو بكر الرازي عن القرآن حرفيا والله لقد تعجبنا من قولكم أن القرآن هو معجز مع أنه مملوء بالتناقض وهو أساطير الأولين وهي خرافات هو أبو بكر الرازي يصف القرآن بأنه أساطير الأولين ومجرد خرافات ونصوص تناقض بعضها البعض وأكد أبو بكر الرازي على ضعف النص القرآني ونفع عنه البلاغة وحسن النظم ويأكد على أنه يعني آياته الغير مفهومة أكبر دليل على إجزوبة بلاغة القرآن لأن النص لكي يكون بليغ يجب أن يكون سهل للفاهم ولكن بالرجوع للنص القرآني فنجده صعب الفهم لدرجة أن المفسرين يختلفوا في تفسيره وأكد أبو بكر الرازي أيضا على تناقض القرآن مع نفسه في وصف الله عز وجل من ناحية التكسيم والتشبيه فعلى سبيل المثال القرآن ينعط الله بأنه ليس كمثله شيء في آيات ولكن في آيات أخرى تتحدث عن السامع والبصر والاستواء على العرش وهذه أوصاف بشرية بالطبع وأيضا يستعجب أبو بكر الرازي من آيات القرآن المتناقضة حينما يرى آيات تصف الإنسان بأنه مخير وأيات أخرى تصفه بأنه مصير وأن الله كاتب كل أفعال العباد حتى من قبل ولادتهم فكيف يمكن أن نصدق كتاب مثل هذا مع كل هذه التناقضات إضافة إلى ذلك صعوبة فهم آياته التي اختلف حتى المفسرين في تفسيرها بسبب كسرة الكلمات الأعجمية الموجودة فيه وهي كلمات لا تمثل العربية بصلة وهذا تناقض آخر فكيف يقول القرآن أنه نزل بلسان عربي مبين وفي نفس الوقت هو مملوء بالكلمات الأعجمية كالعبرية والحبشية والقبطية والهندية والفارسية والغات أخرى كثيرة فكيف يقول أنه نزل بلسان عربي مبين فهذا تناقض واضح وده طبعا حسب فكر أبو بكر الرازي ويقول أيضا حتى أن آياته مفككة ونصوصه متباعدة عن بعضها فتجد يتكلم يعني الآية تتكلم في شيء والآية التي تليها تتكلم في شيء آخر فيقول أن هو كتاب مفكك وليس متناسق مع بعضه على فكرة الكلام ده قاله برضو طه حسين قال أيضا أبو بكر الرازي أن فكرة النبوة أو أن هناك إنسان مرسل من الله ليهدي به الناس هي إجذوبة كبرى وصدقها الناس وأصبحوا عبيدا لها لدرجة أنهم قدسوا هذا النبي المرسل من الله أكثر من الله نفسه بل وصل الأمر أن يقول بعض رجال الدين أنك لو شتمت أو سببت الله فالله غفر رحيم لكن إن سببت أو شتمت النبي فأنت مخلط في النار لا مخفرة لك ويجب أن يقام عليك الحد تخيل يعني النبي أصبح عنده قداسة أكثر من الله عز وجل أبو بكر الرازي تناول مسألة النبوة من موقع المنكر الرافض لها وأقام حجته عليها باستخدامه للعقل وبالطبع يشترك أبو بكر الرازي مع الرواندي وأبو عيسى الوراق في إعلاء دور العقل للحكم على الأشياء وقال أبو بكر الرازي أيضا أن محمد نبي الإسلام قد جاء بما هو متنافي ومتنافر مع العقل مثل فكرة رمي الحجارة والطواف حول بيت لا يسمع ولا يبصر بل إن تقبيل الحجر الأسود عمل كفري فأنت تقبل حجر لا ينفع ولا يضر فما يعني الفارق بينك ومن يعبد صنم فهي نفس الفكرة هو يتعبد لصنم وأنت بتذهب لتقبل حجر فهو صنم أيضا وذلك بالطبع حسب أبو بكر الرازي كما نفأ المعجزة عن الرسول بصورة كلية وتساءل عن عدم نصرة الملائكة للنبي محمد يوم أحد بالرغم من الحاجة المسى للمسلمين يعني للانتصار في تلك المعرقة حتى هربوا فزعا يعني أثناء القتال يعني كل هذا يؤكد على عدم وجود ملائكة كانت تساند النبي في غزواته ولماذا لم ينصر الله رسوله كما كان يدعي حيث أن النبي محمد كان يقول دائما لصحابته وأتباعه وإن الله معهم وإنه ينصرهم وإنه يرسل له بالملائكة فبالطبع خسارة المسلمين في غزوة أحد تؤكد على كذب كل هذه المزاعم حسب أبو بكر الرازي هناك من يقول من الفلسفة أمثال ابن رجد وابن ميمون وإسبينوزا أن الحاجة للأنبياء هي حاجة أخلاقية في جوهرها لكن أبو بكر الرازي يرى أن العقل هو المرشد لنا أخلاقيا وعلميا وطالما أنك تملك عقل راجح سليم فبالفترة تستطيع أن تفرق بين الصالح والدار وتستطيع أن تهزب نفسك بنفسك وترتقي بها أخلاقيا ومن رجال الدين الذين ردوا على تهجموا على الأديان أهمهم الإمام ابن حزم الأندلسي والإمام فخر الدين الرازي دول قاموا بالرد عليه وأثناء ردهم عليه كانوا يأخذون بعض من المقاطع من كتبه وكتباته ومن هنا بالطبع وصل لنا فكره ولقد كفروا ابن تيمية والغزالي طبعا أكيد ابن تيمية هيكفره والغزالي أيضا كفره بينما أثنى عليه كثيرا الإمام الزاهبي ووصفه بأنه من أسكياء أهل زمانه وصاحب مروءه وكان الرازي زو نزعة عقلية علمية قدم العلم وأحكامه على كل شيء كان يعني يفضل دائما استخدام العقل في كل شيء حتى في النص لم يكن يقبل أي نص على أنه مقدس بدون إشغال أو إعمال العقل فيه الرازي لم يكن ملحدا ولكنه كان ربوبي بمعنى أنه كان يؤمن بوجود الله أو خالق لهذا الكون ولكنه لم يكن مؤمن بوجود الأنبياء والأديان وتؤكد كثير من المصادر أن الرازي شكك في صحة النبوة ورفض المعجزات النبوية يعني رفضا كاملا يعني فكرة أن النبي يقوم بمعجزة كان هو رفض هذا الكلام رفض كامل وانتقد الأديان السماوية وانتقد الإعجاز العلم في القرآن فعلى سبيل المثال يوجد عندنا رسالة أبو الريحانر البيروني بعنوان فهرز تكتاب الرازي حيث يصنف البيروني كتابين من كتب الرازي على أنها كتب في الكفريات وهما كتاب في النبوات وكتاب حيال المتنبين ويقول البيروني أن الكتاب الأول ينتقد الأديان بينما الكتاب الثاني ينتقد فكرة النبوة ومن أفكار الرازي أيضا أن الإنسان يجب أن يعيش حياته بشجاعة ورجولة دون أن تؤثر فيه وعود بوجود جنة أو جهنم في العالم الآخر بمعنى أنك أنت يجب أن تواجه مصيرك دون الخوف من فكرة أنه يوجد جحيم أو جنة كمكافأة هو الرازي يريد أن يعني يريدك أن تعيش بأخلاقياتك دون أن تفكر كثيرا في المكافأة سواء بالجنة أو النار ده حسب فكرة الرازي طبعا وذلك لأن العلم والعقل يشهدان على إنعدام الحياة بعد الموت ودائما أكرر كل هذا حسب فكرة أبو بكر الرازي يعني هذه أفكار أبو بكر الرازي أن فكرة إنعدام الحياة بعد الموت لأن بالنسبة له العقل والمنطق يؤكد أن طالما الإنسان مات فانتهت حياته هذا فكرة أبو بكر الرازي ومن أفكاره أيضا أن العقل كافي جدا للإنسان لكي يرشده في كل أمور حياته مثل ماذا يجب أن يفعل وما هي القيم التي يجب أن يتبعها بدون يعني الحاجة لنبي أو دين معين يرشده لماذا يجب يعني ماذا يجب عليها أن يفعل يعني هو كان يعتمد على إنك طالما تمتلك عقل راجع فأنت لست في حاجة إلا دين أو نبي يعني يرشدك أو يقولك تعمل إيه وكان يقول الرازي أيضا إن الاختلافات الموجودة بين الأنبياء والأديان حتى بين أصحاب الديانة الوحيدة وفعلا يعني اللي في دين واحد بيختلفوا في النصوص بل بيكفروا بعض يعني حاجة صعبة جدا يعني حتى أصحاب الدين الواحد بيكفروا بعض أحيانا فكل هذا يؤكد بالنسبة للرازي على إن هذه الديانات صناعة بشرية لأنه يجد أيضا أن حتى الاختلافات في هذه الأحيان يعني الأديان تصل إلى التقاتل وتكفير كل الدين للآخر طبعا كما يحدث بين السنة والشيعة مثلا فكلهم منهم يكفر الآخر بل بعد الموطرين يعني والمتعصبين من الطرفين يستحل دم الآخر يعني حتى استحلال الدم في الديانة الوحيدة يعني ده مسلم وده مسلم وبالرغم من كده بيحلله دم بعض فهل هذا يعقل وأين الله في كل هذا أين هذا الإله الذي يعشق سفك الدماء بين أهالي الدين الواحد وأرجع وأكد أن ده حسب فكرة أبو بكر الرازي بالنسبة لأبو بكر الرازي الديانات مصدر للتقاتل والصراع فيما بينها ولا يعقل أن تكون إرادة الله في سفك الدماء بسبب اختلاف الأنبياء والأديان وعدم توافقهم معا على دين واحد خلاصة القول أو خلاصة هذا الكلام حسب الرازي أن العقل يغنين عن وجود الأنبياء ولا معنى لتفضيل أحد من البشر بالنبوة لأن جميع البشر من مخلوقات الله فلماذا يفضل الله عز وجل أحدهم على الآخر بالنبوة وأيضا التناقض بين الأنبياء دليل على أن كل هذه الأديان ليس إلا صناعة بشرية وبالطبع لم تكن أراء الرازي هذه للتمر مرور الكرام هكذا خاصة مع تزايد مكانته العلمية فهجمه العديد من علماء الدين والتهمه بالكفر والزندقة واستحلوا دمه بالطبع بالرغم أن أبو بكر الرازي لم ينكر فكرة الإله لأنه يؤمن بوجود الخالق فهو ربوبي كما قلت لكم من قبل وللأسف الشديد جميع كتب الرازي أو معظمها يعني المتعلقة بنقضة للأديان مفقودة اليوم ولم يصل منها إلا الاقتباسات التي ذكرها منتقدي ومعارضيه للرد عليه لن أطيل عليكم أكثر من ذلك وهي دي كانت حلقتنا النهاردة أحب بالطبع أسمع أراءكم فيها وأسمع أراءكم في شخصية أبو بكر الرازي وأفكاره وفلسفته في الحياة وأتمنى أن حلقة النهاردة تكون نالت إعجابكم وإلى اللقاء في معلومة تاريخية جديدة وطاب مساءكم شكرا